بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم باليوم والبركات تجدد اللقاء نبيكم عبر برنامج عفتنا أستاذ علي أبو عنجاه لنا سهلا رمضان كريم مرحبا بك ونسعيد جداً أكون معكم وكل عام أنتم بخير ورمضان ينعاد علينا وعليكم بالخير واليوم والبركات وإن شاء الله السوداني نعم بالخير والبركات إن شاء الله ربنادي الحالة والصومة وتفطر على الفقير إن شاء الله الله يكرمك طيب أنا اليوم عايزة أعمل لك دمعة دجاج يعني هي في حد نفسها كده إيه ولي نتكلم عن نفسها نعم طيب حنبدأ بسم الله أول حاجة حب أتعرف على الأكلات التي أنت بتحبها طبعاً أنا خليط نعم أو يعني لفيت عدة دول نعم ومتزوج من تونسيا نعم رمضان كريم رمضان كريم وأحب الأكلات السودانية نعم التقالية والأكلات الشعبية كلها نعم بتحاول توفر لك بعض من هذه ربات؟ نعم نعم هي يعني جامت بعد زيارات للسودان حقيقة نعم وبتطبخ الأكلات السودانية وفي لنا في البيت السوداني بحث من تقالية القراصة يعني كل الأكلات وفي حاجات كثيرة جداً مشتركة مع بين تونس نعم حقيقةً هم شعب يحبوا النقهات طبعاً طبعاً يعتمدوا على الطواجين والأكل زي ما بنقول هو الأكل الدسم يعني نعم عندهم أكلات كثيرة جداً مشتركة مثلاً البامية هم بيسموها جناوية وبعد ذلك برضو في الكمونية نعم بيأكل أي وصل التوانسة بيأكل الكمونية وبنفس الطريقة بتاعت السودانيين سبحان الله نعم يعني فيه حاجات كثيرة جداً مشتركة نعم بين تونس وبين السودان نعم عشان كده الاندماج هي كتونسية كانت مدمج في الأكلات السودانية ما كان متعب بالنسبة لها ما كان متعب بالنسبة لها وكان بالنسبة لها إيزي جداً نعم فيه أكلات انت ممكن تساعدها أو تعملها نعم الأكلات هي طبعاً طباخة وبيقت تطبخ الأكلات السودانية بجذارة باحترافية باحترافية كاملة نعم فيه بعض الحاجات الواحد يساعد فيها والواحد برضو لانه عاش في ترك كثيرة جداً في الغربة نعم ما بين النمسا وغطر ووين ووين في دول كثيرة فبالتالي بيعرف انه يدعون مع المذبخ بسلوب جميل وسلوب بسيط ونقدر نمشي تكون شايل هويتك وفي نفس الوقت متعلق ببقية المطاعب نعم هنا هنخلو سيطاً بالطريقة دي نبصل لحد ما يدن معانا سوية نزل فيه الطماطم نحن هنا هنعتمد على يعني نبضي جازة ممكن الطماطم بسيط مخلوطة وممكن زي ما هي بطريقتنا دي ننزل الفلفل وحاديها شوية من الظهارات هنا عندي دا ورد الغاب عندي شوية من العردات بديها نكحة مختلفة وطبعاً ممكن حتى البلح كمان ولن نكون ما في بلح فحاعتمد على اتضافة بعض من أو ملعقة صغيرة من السكر فلفل 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 أسود شوية من فزبرة وشوية من الجنزة دي وطبعاً ففقة الفقق كثيرة من الظهارات بتحسسك أنه الأطباب بتتشابه بسبب أنه نفس الهبهان والبيركة نفس المكونات ونفس المكحات ذاتها بتحسسك أنه الطبق ما هو بعيد عنها تغرباً هي السغافات كلها قريبة لبعض بالزاد في الوجبات والزاد في التبخات تختلف بس في بعض البهارات بعد الثوابل هي دي اللي هو في غنو النفس بعد كده هننزل البهارات اللي احنا اشتغلنا به هدي شايفيك عملت لي بوهارات من نكهات مختلفة من اشياء مختلفة شايفيك عملت لي فرد ورق الغار نعم يستعملوا التوانسة بصورة كثيرة جدا نعم ومكهة جميلة حديثة مميزة يستخدمون بالنسبة في الكسكسي يستخدمون في الأكلات بتاعتهم هدينا بعض من الوصفات المميزة نعم الناجحة فيها زوجتك والله طبعا عندهم هم الأكل الأساسية نعم الكسكسي اللي هو عبارة عن يعملوا بالجدار ايضا او باللحمة فجميل جدا والثاني من الشياء السودانية بتعمل التقالية بصورة برضو معترفة برافجنا اللي تحلمت برضو في السودان فنحن بيتنا مفتوح كل جمعة حتى هنا في غطر باللحمة لدينا مائدة بتاع القراصة و السلطات و السوداني بحث ماشاء الله ايه نحنا كده عملنا نزمنا الصوس و برافجنا و نضيفه و سوف نضيفه و نضيفه على نار و نضيفه بالأسناق سوف نضيفه بالمايونيز سهلة سريعة ستأخذ مننا وقت نجرد شوية من الإضافات سنكتبها مع بعض ستأخذ من الحياة الناس اللي بتحبها بالزات في الأجواء بتعبتها رمضان أيوة نعم رمضان اللي هو نكهة الخاصة ومعيته الخاصة رمضان دائما نبحث بخير نعم سبحان الله ولم تقف أي عادة من عادة من الكرام الأضيف والماشي بالشارع والبذرق بابك لابد أنه في رمضان إنك تجديه واجب أضيا فهنا عملتها شوية رغم الغلاع رغم الضنق بتاع المعيش للشياء هذه لكن بتلقي إنهم لسه ناس شخصية السودانية ما زالت تحمل هويتها ومبدأ نعم والآن متكاتفين الشعب السوداني كله والآن في كيس رمضان نعم يعني دي برضو أشياء جميلة جدا نعم نحن بحيي الشعب السوداني كله بكرمه وبحاجاته الجميلة وعداته الجميلة ومائته الجميلة وإن شاء الله دائما يعود علينا بالخير إن شاء الله دائما يستاني قبل الخير إن شاء الله يا رب وربنا يصلح حال البلاد والعباد هنا أنا عملت المايونيز ضفت لو شوية خل عملنا شوية بهارات ممكن توم أو توم بدرة عملنا له شوية من الزيت الزيتون وعملت عليه الملح وبعد كده لنزل البنجر الأحمر طبعا أنا عايزة أتكلم إن البنجر لازم تخليه يعني بعد ما تحشيه أو تبشريه تخليه يتعرض للهواء بأساس إنه ما يصبح لي سائل ويدوب لي لأنا عايزاه أمحتفظ بقوامه بالطريقة أنا عملت السلطة وحديها ممكن شوية من السمسل في التقديم وحننتظر هنا برضو لحد ما الدمعة تنضج معنا زي ما هنا شايفين على بال ما تنضج نحن عملنا صوص البنجر وسهل جدا مايونيز وهو شوية من الخال والمليح حاجة سهلة بتغير من الصفراء كده أريد أحكي لنا عن رمضان معك طبعا رمضان فكرياته معكم نعم نعم رمضان في السودان طبعا عنده نكهة خاصة وبالذات الواحد صام في عدة دول في تونس يختلف في السودان يختلف في غطر يختلف في النمسي يختلف نعم لكن في السباح ما بين قطر وبالعادات والتغاليد لكن في السودان طبعا عنده نكهة الخاصة وعنده أكلاته الخاصة وعنده الواحد بحن لرمضان في السودان وبحيث لقعدته لأكلاته ولمائته وعندنا عادات في السودان غاد ما تلقى في أي دولة نعم حقيقة يعني في دول إذا صمت في رمضان زي النمسا لأنها دول أوروبية وغالبتها مثلا هم مع مسلمين فبيدعاني معنا شديد جدا نعم بيدعاني في الصيام بيدعاني في التعاوية حتى في الأكلات بتختلف لكن في دولة عربية زي غطر دي الواحد ما بيعاني كثير لأنه هي دولة بتحمل كل الإيوان نفسها الإسلامي نعم تضنت كل الصغافات نعم حتى الصغافة السودانية موجودة فيها صحيح غلغلة فيها وهم ذاته ناس كريمين وناس يعني نفس عادات السودان وكرم السودان زي يجيب نفسه أنه ما غريب وأنه دولة بتجده طبعا تجد نفسك يعني أنت في دولتك حقيقة نعم ما بتحس بغربة ما بتحس بأي حالة حتى رمضان نفسه عندهم الخيمة الرمضانية صحيح الخيمة الرمضانية دينما تشوفيها وتشوفي لا 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 نفسه فيها سبحان الله يعني سبحان الله ويتسابغوا تسابغوا الناس لكذب الأجر سبحان الله وتلقومها كين يخدم في الناس سبحان الله بغض النظر عن هو هويته شنو والدين وشنو ولا هو صايم ولا ما صايم فبتخش الخيمة هذي تقوم بكل الجنسيات يا سبحان الله كل الجنسيات اللي كان موجودة في الخيمة دي وقيم على مستوى نعم وأكل على مستوى يعني كلنا نبحث في رمضان عن الأجر حسب سبحان الله يعني نبحث كلنا عن الأجر حسب إمكانيات الناس لكن أي زول عايز يفتش على الأجر حتى لو من شيء بسيط نعم وشحر الرحمة وحيده كمان نرجع للتكاتف نحيده نرجع لجو الأسرة طبعا فهذه روحانيات بتكتمل معانا يعني بتدينا لأنك هات رمضان الكاملة طبعا رمضان فيه مائدة نعم فبالتالي انت كأسرة بتيقى نفسك مع أسرتك صحيح مع أخوانك مع أخواتك يعني بتيقى نفسك في اليوم ده وفي والعزائم يوم هنا ويوم هنا ويوم هنا فتلقى ولسا نحن عندنا عادات الناس بتفطر في الشارع وأي جاي واحد يعني لازم يفطر والأكل موجود والخيرات موجودة والبلد بخيرات يعني والله الحمد لله يعني أزل بحس نفسه في وطنه وما بعيد والأجواء الرمضانية بتديك إحساس جميل إنك فعلا عايش في رمضان نحن حنواصل معاك بس هنطلع مع السادة المشاهدين الفاصل وترجعوا لينا تعالي رجعنا لكم بعض الفاصل ومازلنا معنا ضيف الرائع أستاذ علي أبو عنجة ونحن سعيدين إنه إنتع معانا ومدخير الفرن استعملنا هذا النار نزلنا عدد كبير من الخضار الملون الفلفل الملون عملنا البصل للطماطم وأنا حبيت إنها ما تدخل فيها بطاطة سوكوس وكده عساسي إنها تتحمل تشيلية هوية إنها دمعة نعم المضج بتاعها حيكون بالطماطم والبصل والخضروات اللي أنا أضيفتها وعملنا لها عدد كبير من البهارات شايفين تغريبا أصبحت جاهزة كل البهارات يعني سبحان الله يعني الدمعة بأي نتيجة يعني دايما بتديك إحساس بتديك إحساس الوليمة نعم 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 دايما يعني مهما عملتها بأي شكل أنا بحس إنها بتدي أزول إحساس الوليمة نعم نعم لأن مكوناتها واضحة وطريقتها والأنت قمت بها تريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة وسهلة وبسيطة وأعتقد أن يعني حتى مادة الغزائية بتاعاتها عالية جدا نعم عايزي يعرف يعني كنت في دول المهجر كده يعني أنا دائما بسمع إنه في معاناة في الزمن الزمن طبعا بالذات إذا رمضان جاء في الصيف نعم الخترة بتاعتها الصيام التحصل 18 ساعة خائلين الله سبحانه الله يعني بنفطر مثلا الساعة 9 ونص في المساء والإمساك بيكون الساعة 2 ونص يا الله سبحانه الله فعندك كترة أربعة ساعات أو ثلاث ساعات يعني تجي من الصلاة التراوية فبيكون باقي لك زي ساعة وساعة ونص ساعتين عشان يحصل الإمساك سبحان الله أيضا برضو في تونس برضو نفس الحكاية سبحان الله والسنة الفاتت كنت صايم في تونس وعانينا معانا شديدة جدا حقيقة لأنه الزمن الفترة طويلة جدا نعم فدي معاناة الغرب ودي معاناة طوبة بالذات إذا كان جاء رمضان في الصيف نعم لكن إذا جاء في الشتاء بيكون عكس كده تماما سبحان الله بتكون صايم حكاية بتاعت أيوة تسعة ساعات بالكثير نعم لأنه المغرب بيكون الساعة أربعة وحياناً بيكون أربعة وعشرة أربعة وربعة وكده نعم فدي معاناة دغير المعاناة بتاعت الأكيد بتاعت الأشياء تتصرف كيف تتطلب باقي نعم 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 نحن سنسميها سلطة البقدولس نعم نعم طيب بالطريقة دي هننزلها هنا أفكار جديدة نعم بتحس إنه فيها يعني بتدي شغف لأفراد الأسرة إنهم يجوا يتناولوا الإفطار أو أي وجبة حتى يعني نعم وبذاته السلطات نعم 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 وبتشد نعم بالتالي هي كل ما كترت السلطات في المايدة فبتكون منورة كده تحسها منورة نعم بتكون فيه شوق الناس كلها بتكون متلفة حول المايدة طريقة دي بسلطاتها طبق نعم وبعد كده هنقوم طبق أدي جاج بعد ما نجت معانا بالطريقة دي نحن نحن نحاول يعني يعني تناغم تناغم في النكهات يعني بطريقة إن شاء الله تكون باية يتمنى أن أتنال على رباك أمت من قبل بتشكر ما شاء الله وطبارك الله في المدى إن الله حقيقة هي متمرسة آي طلعت ما شاء الله جميلة ومكوناتها كانت يعني خنية حاجة مشبعة حقيقة نلتقي نلتقي في شكل الطبق النهائي جينا لنهاية حلقتنا بعد ما جهزنا الأطباق اللي احنا عملناها في الحلقة في حضرة الأستاذ عملنا دجاج وعملناه بخضار فلفل الألوان وطماطم وبصل وعملنا صلطة البقدوني سلحارة وعملناها بالشطة وبالليمون والخل وأضفنا لها البقدوني سوى الزرة والشطة الحمرة هنا عملنا صلطة البنجر بالمايونيز وعملنا لها شوية من السمسيم تكرمنا عن المطبخ التونيسي شوية والله أول حاجة أنا أشوف الطبق بتاع اليوم طبق مميز ونفس الطبق بتشوفيه في كزا مايدة نعم ممكن تشوفيه في المايدة المساوية في المايدة التونسية لكن التوانسة عندهم مطبخ برضو مميز وبيبدو عجدا بالشوربات وعندهم شوربة اسمه شوربة الشعير نعم هي شوربة مغزية جدا نعم ودي متفقين عليها في كل الفصائل المجتمع بتاعتهم نعم يعني أي من يعني أكلة شعبية بالنسبة لهم هي شوربة عبارة الشوربة بتاعت الشعير نعم لكن شوربة مغزية جدا نعم وبتناولها كل فئة المجتمع كل فئة المجتمع التونسية نعم بتناولها بصورة يعني بتتكلم من ايه؟ شوربة الشعير دي اللي هو عبارة عن شعير نعم وبعد ذاك تغريبا هم بي بي يغلى بحليب او بشوربة لا 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 هي تغريبا زي 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 الشوربة بتاعت الأبضانة وكده أو الفراخ ايوه بيعملوا يا مع الفراخ يا بيعملوا مع لحمة نعم فمغزي جدا ودسم نعم فده بيتناولوه وبعد ذاك بتناولوا الأطباق بتاعتهم العادية نعم اللي هي الطاجين والحاجات دي وكده فاعتقد انه انه هي المطابخ التونسية والسودانية جربة من بعض جدا نعم وبالذات الليلة الطباق بتاع الليلة دا انا شفته كتير في مائدة تونسية نعم باضافة للاشياء بتاعتهم هي الشعير شربة الشعير والمائدة بتاعتهم التانية نعم نحن هنا طبعا برضو اضفنا في مواسطة لحديثك اضفنا الزبيب واضفنا ملعقة من السكر بعض حبات من الحلبة والفلفل الأخضر والفلفل الأسود وكذلك اضفنا عرديب وشايفك برضو اضفتي كتير جبدا نعم بالذات السل هونوت برضو استخدم في بعض المايدة بتاعتهم نعم وفي قطر هنا برضو في بعض صناعة الأرز صناعة الأرز نعم ففي بيت يعني كالبرياني في كده حازس بنعمل التشابه طيب بين قطر وبين المطبخ التونسي نعم في تشابه وفي عادات مشتركة وفي برضو حاجات مشتركة كتير جدا طبعا في النهاية هم الشعوب كلها بتتناول نفس الوجبة نعم بس بتختلف يعني مثلا المايدة السودانية برضو في شوربة نعم يكون في مادة سودانية كان عصيدة كان تقالية ككده كذلك التوانسة برضو في شوربة معاها حاجة كذلك الغطرين فالناس كلها بتتفق على الأساس أنه حاجة دافية تبدأ بها إفطارك وبعد ذلك تتواصل في الأشياء اللي هي بتكون الأطباقة الأساسية بإضافة أنه التوانسة عندهم مجنوعة من السلطات نعم مشكلة فهذه برضو ممكن تقول لنا بعض منها في سلطة الماينوس برضو بعملوها في السلطات الخضراء والسلطات الثانية كلها زي التبولة برضو بالنه عندهم سلطة ثانية برضو بسموها سلطة مشوية نعم لكن السلطة مشوية دي هي عبارة عن اللي هي بشو الفلفل وكذا وكذا وبقطعوبة صورة جميلة جدا لكن طبعا أكلهم كله صحي غير صحي فيه وحر يعني يحب الحاجة الحرارة يحب الحاجة الحر جدا أنا سعيدة جدا بإنك أنت اليوم كنت معانا أردتني معلومات قيمة أنا بشكرك ممكن توجهش في العديد شكرا لك أولا وشكرا لغناط الخرطوم وشكرا لمطبخ الخرطوم وأنا سعيد جدا الليلة أنه كنت معاكم في معيدتكم ويعني يتمنى السوداني يعمل بالخير واليمن والبركات وداء رمضان اللي نحن بنحلم بيه في السودان ويتمنى الشعب السوداني يصوم ويفطروا على خير وشكرا لكم وشكرا لك يا أستاذة شكرا لك أنت ونورتنا سلام وتحية نلتقيكم بكرة في نساء الموعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة